تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تتضمن دعوة جلالته لحضور بدء العمليات التشغيلية في المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى سعدت الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد الانهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة خلال استقبال جلالته له هذا اليوم في قصر الصفرية وقد قبل جلالته حفظه الله هذه الدعوة الكريمة معربا عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان مشيدا جلالته بهذا الإنجاز التاريخي الكبير الذي هو محل فخر واعتزاز من الجميع ويمثل إضافة بارزة في سجل الإنجازات الحضارية والتنموية التي تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تحقيقها في كافة الميادين والذي يسهم في تعزيز مكانتها الرفيعة ودورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي كما أكد صاحب الجلالة بهذه المناسبة اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين وما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك من مستوى متقدم على مختلف المستويات لتحقيق كل ما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر